اشتركوا في القناة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على الاعتزاز والتقديل للمشاعر النبيلة المفعمة بالمحبة والتي أظهرها المواطنون والمقمون ابتهاجا بنجاح الفحوصات الطبية التي أجرها سموهم مؤخرا بما عبروا عنه من تمنيات صادقة تبعث على التقدير والامتنان سائلا سموه المولى عز وجل العون والتوفيق في مواصلة البذل والعطاء لخدمة جلالة العاهل المفدة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه وشعب مملكة البحرين العزيز بعدها أعرب مجلس الوزراء عن خالص أمنياته وتمنياته بشفاء العاجل لخدم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ألسعود عاهل المملكة العربية السعودية وأن ينعم المولى عز وجل عليه بمفور الصحة والعافية لمواصلة مسيرة الازدهار والرخاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة ثم أعرب مجلس الوزراء عن صادق تهنيه إلى حضرة صاحب السمو شخص باحل أحمد الجابر الصبع أمير دولة الكويت على نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه سائلا المولى عز وجل أن ينعم على سموه بالشفاء العاجل وأن يديم عليه مفور الصحة وتمام العافية لمواصلة مسيرة الازدهار والتقدم التي يقودها سموه في دولة الكويت الشقيقة بعدها كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر كل من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزير الإسكان لمواصلة الزيارات الميدانية للقرى والمدن لتفاقد احتياجات أهاليها الخدمية والإسكانية والعمل على حلها ومنها توبلي والقرى المجاورة من جانب آخر فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر إلى تطوير الأسواق المركزية خدميا ومرافقيا وإعادة تأهيلها وتوفير ما يلزم لتلبية الحاجات الأساسية فيها لخدمة الباع والمتسوقين ومنها سوق ستر المركزي ومجمع ستر التجاري فيما وجه سموه إلى تكثيف حملات التفتيش والرقابة على السلع والمواد الغذائية في مراكز البايع المختلفة للتحقق من جودتها وسلامتها بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي أولا بناء على التوجهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدح فضه الله ورعا لتوحيد الجهود الوطنية لموجهة نعكاسات انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 عالميا على المستوى المحلي بما يحافظ على الصحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقا لمساعد تنمية المستدامة لصالح المواطنين ومتابعة لقرارات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ودعم الجهود الوطنية بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد العلن نائب الأول رئيس مجلس الوزراء فقد قرر مجلس الوزراء إعفاء الشركات الصناعية التي تصدر ما لا يقل عن 30% من منتجاتها إلى الخارج والقائمة في المناطق الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة من الإيجار المستحق عليها لفترة ثلاثة أشهر بدءا من يوليو 2020 وإعفاء الشركات العاملة في القطاعات الأكثر تأثرا من دفع رسوم تجديد السجل التجاري ورسوم أول ثلاثة أنشطة تابعة للسجل التجاري لعام 2020 وإعفاء المنشآت والمرافق السياحية من دفع الرسوم السياحية للربع الثالث من عام 2020 ثانيا بناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد العلن نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء فقد وافق مجلس الوزراء على إنشاء وتشكيل لجنة لمحاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال وقرر المجلس الموافقة على مشروع مرسوم بهذا الخصوص وتختص اللجنة بدراسة كافة المسائل المتعلقة بمحاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال واقتراح السياسات وتنسيق وتوحيد الجهود الوطنية العامة ومراجعتها وتحديثها دوريا في هذا الشأن بالإضافة إلى اقتراح تصنيف وإدراج الأفراد والكينات على قوائم الإرهاب الوطنية وتقييم مخاطر الفكر المتطرف والإرهاب وغسل الأموال واقتراح التشريعات والأنظمة الخاصة بمحاربتها ومكافحتها وترفع تقارير دورية بنتائج أعمالها إلى مجلس الوزراء تتضمن الاقتراحات والتوصيات لاتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن ثالثا وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يجيز لهيئة الكهرباء والماء إسناد مهام الفحص والاختبار على التمديدات الكهربائية إلى جهات خارجية مرخصة من قبل الهيئة المذكورة وفقا للشروط والضوابط التي تحددها بالتنسيق مع الجهات المختصة وقرر المجلس الموافق على مشروع قرار بإضافة فقرة شديدة إلى المادة 113 من القرار رقم 2 لسنة 2010 بشأن نظام التمديدات الكهربائية كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار ينظم التأمين على حساب الكهرباء والماء ويطبق بمجابه التأمين على جميع حسابات الكهرباء والماء إذا كان العقار المسجل عليه الحساب غير مملوك للمشترك كما يطبق التأمين أيضا على الحسابات الفرعية المرتبطة بالحساب الرئيسي مع استثناء الحساب الرئيسي من التأمين وقرر المجلس الموافق على مشروع قرار باستبدال الفقرة واحد من المادة الثانية من القرار رقم 2 لسنة 2015 بشأن تنظيم وتحديد مبالغ التأمين على حسابات الكهرباء والماء رابعا وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار ينظم الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للحصول على إجازات التفرق خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطلات الرياضية الخليجية أو العربية أو الإقليمية أو القرية أو الدولية التي تمثل فيها المملكة في الداخل أو الخارج على مستوى المنتخبات أو الأندية أو الاتحادات الرياضية ويحدد مشروع القرار إجراءات تقديم طلب الإجازة من العاملين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتدوينها والبت فيها واعتمادها من قبل سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة واختار جهات العمل بالإجازة خامسا حال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزرية لشؤون القانونية والتشريعية مذكرة عرضها سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء بشأن الانضمام إلى بروتوكول ناقوايا حول الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشية عن استخدامها والذي أقرهم مؤتمر الأطراف العاشر لاتفاقية التنوع البايلوجي والذي يعقد في ناقوايا باليابان سادسا بحث مجلس الوزراء انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية مينماتا بشأن الزئبق والتي عرضها سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزرية لشؤون القانونية والتشريعية سابعا وفق مجلس الوزراء على مشروع قرار ينظم تراخيص تأجير السيرات والدرجات الكهربائية ويحدد مشروع القرار المركبات بأنواعها وأحجامها والحد الأدنى المطلوب لتأجير السيرات وسنوات الصنع المسموح بها للتأجير وغيرها من الإجراءات التنظيمية فاملا وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة بشأن إقامة مركز خدمة متكامل لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة المتحقق من خلال ثلاثة فروع على مستوى المملكة بالإضافة إلى اتجاه وزارة الداخلية إلى التعامل الإلكتروني تسهيلا على المراجعين وضمان سرعة الإنجاز تاسعا وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة لزيادة فترة منع الشاحنات والأليات الثقيلة من استخدام الطرق خلال أوقات الذروة وتفعيل قرارات المجلس الأعلى للمرور في هذا الخصوص عاشرا وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة بشأن مدرسة للتعليم الفني والمهني للفتيات بمدينة حمد والمحقق حاليا من خلال مدرسة غاز القصيب الثانوية للبناء ترجمة نانسي قنقر